عايزة اسألك الاول يعني لما بتكلم مع مقاتلينا في حرب اكتوبر وبنبدأ نتكلم عن المعارك في احساس عند الكل انه رغم مرور خمسين سنة الا انه هما بيبقوا حاسين انه وهم بتكلموا عن المعركة انه هما في جوها وحاسين بنفس الاحاسيس اللي كانت موجودة بالظهر سري ده ايه؟ والله هي تجربة انا مرت بيها وبحاول ان انا اسأل نفس السؤال ليه انا فاكر من خمسين سنة احداث كأن عايشها لحظة بلحظة دي حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى اه اه الحدث كمان كان كبير كان كبير طيب خلينا نبدأ الرحلة حركت حركت من الكلها الحربية سنة 68 بعد الهزيمة بسنة واحدة تمام ولقيت نفسك في معمات الاستنزاف تمام بدأت الرحلة ازاي؟ هو طبعا هي مراحل يعني انا وانا في كلها حربية دخلت كلها حربية 66 اه والنكسة قامت وانا طالب في كلها حربية وكان فيه تلات دفع تقريبا موجودين بعد تخرج دفع اللي هي راحة سينة سنة في عوائل النكسة اصبح فيه تلات دفع انا كنت الاعدادي يعني كان فيه اعدادي ومتوسط واساسي كنت في مرحلة الاعدادي اه اما قامت نكسة في 67 خدنا مهمة عمليات باول تجربة احنا طلبة اه خدنا مهمة عمليات كان مدير الكلية اللي هو محمود زكا عبد لطيف الله يرحمه ده جمعناه في ارض طبور وابتدى يقول ان كلية مكلفة بواجب عمليات اه اتحركنا كطلبة احنا طبعا كنا متضربين على التعامل بالسلاح والزقيرة وتجهيز هندسي والكلام ده كله فارحنا شرق القاهرة في منطقة ما وحفرنا خط دفاعي كامل واحنا طلبة اه سنة 67 ليه لان كان لسه ما بنتش ابعاد المعركة هل العدو هيعبر القناة في تجاه القاهرة ولا لا وده كان خط دفاعي عن شرق القاهرة كان طلبة كلها حربية وانتو بتاعت العشرين يعني لسه ما فيش بزرق كنا لسه ما اتخرجناش يعني والمدارسين او هيئة تدريس لكلية اشتغلوا كقادة قائد القادة التصائل وقادة الصراية واحنا كجنود وابتدرينا نعمل تجهيز هندسي وحفر خنادق وزخيرة وجهزنا نفسنا تماما كموقع دفاعي لو اتطرين ان احنا نقاتل العدو كان على طرق رئيسية ما بين طريق السويس وطريق الإسماعيلية اه المنطقة يا حضرتك كفاندي شاركتوا في الحرب وانتو قبل ما تخرجوا بالظبط اه بدأت مبكرة نفذنا مهمة عمليات مبكرة واحنا طلبة واعدنا مدة طويلة لغاية لما الامور اتضحت والعدو استقر شرق القناة وطبعا ما قدروش يعني ما فكروش في فكرة انهم يعبروا القناة عشان الكسكش يجب الزبط اه فمرت الايام والشغور وتخرجنا في 68 تخرجت في سنة 68 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المترجم للقناة